موسيقى سلام الله عليكم اخواتي في الله نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام اليوم اخواتي كيف تشاهدوا سيقدم لكم تشورو او الخرينجو يجي رائع وزوين وسهل في التحضير وحتف المكونات يجي مقرمش ويعجب الكبار وصغار وانتمنى ان شاء الله تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير وتشوفوا طريقة والمكونات عندي هنا بيضة واحدة بحارة المطبخ ملعقة كبيرة الزبدة ملعقة كبيرة السكر سندة اي حبيبات اي الخاشين ربعة حتى لنصف ملعقة الملح حسب الدوق واحد الكيس ديال الفانيلا سبعة جرام ونصف عندي كأس ديال الماء كبير ما زال غادي نضيف واحد الروبعة يعني 300 ميلي لتر ديال الماء هاد الكاس وغادي نضيف هاد الربعة ديال الكاس وما عندكمش للعبار كتديرو جوج كيسان ديال العنبة كتجيب 300 ميلي لتر وهنا يعندي الفانيلا اي الطاحين الابياض 150 جرام وغادي نضيفه كامل او ممكن زيده او تنقصه حسب نوعية ديال الطقيق وغادي نحتاج هاد البوق هادا للمسنن على هاد الشكل باش نشكله لالخينجو ديالنا او تشوره على بركة الله نضيفه 300 ميلي لتر ونضيف الزبدة كيف شاهدته ضفت الزبدة والسكر والفانيلا كناخدو هاد المكونات كنديروهم على نار متوسطة وغادي نخليهم حتي وصلوا لدرجة الغلايان ودب ذيك الزبدة ودك السكر ودك الملح ودك الفانيلا هنايا مبعد ما وصل لدرجة الغلايان كيف كتجاهدو غادي نجيبوا نضيف الزبدة بشوية يعني ما نضيف الكيميا اللي هي كتيرة كنضيفها كنخلي غير شوية فالأخر ونحرك بواحد السرعة باش تضغيية تدمج دك المكونات مع الماء باش نحصل على واحد العجيم تمسكة دابا ما غاديش نضيف الزبدة عليها قوت لكم حسب نوعية الزبدة انا شاطلية هنا واحد كيميا ملعقة كبيرة كبيرة واحد البيضة كاملة في الأغلب الأحيان نضيف الزبدة كامل 300 مليلتر ديال الماء يجب معه 150 غرام ديال الدقيق لكن حسب نوعية ديال الدقيق ولا تشرب معكم ضغية بلا ما تضيفه باش ما تقصحت لكم العجيلة كنضيفوا ديك البيضة الكاملة كنحل لكم زيان مزيان حتى تندامج مع هاد العجين كيف كتشاهدو حصلت على واحد العجينة اللي هي متماسكة مزيان غادي نحيدها من داك الكاسور ونحطها في هاد الإناء الزجاجي باش تنزل شوية ديك الحرارة اللي فيه ومنها ندلكها شوية بهالطريقة غا شوية مشي بزاف منها تنزل الحرارة ومنها نحصل على واحد العجينة اللي هي ليينة من بعد ما زلت ديك الحرارة اللي في العجين كنخدمو بها وهي مازالة سخونة كنخدمو بها وهي مازالة سخونة كننهزر واحد الكيمية ديك العجين كنديروها في داك البوق وكننورقو مزيان حتى تخرج معانا نحصلو على هاد الشكل المسنن من بعد كنضغروها وكننسدو ما بين يعني كنجمعو ما بين العجين كنقرصو مزيان باش نحصلو على هاد الشكل الدائري كيف كتشاهدو الطريقة ديال بحالي كن نديرو زلبية كنقرصو مزيان باش ما تتحلش معاكم في المقلات وكترجعوها الداخل حتى باش ما تجيكمش بين ديك البلاسة اللي كتسدوها وكتديروا واحد الكيمية ديال العجينة اللي كتكون شوية كتيرة باش تخدمو بها وديكم سهلة في الخدمة من بعد مسألة الكيمية اللي عندي ديال العجين دفعني موجدة المقلات هنا كيف كتشاهدو هنا يا فوق النار تدفيها وحد الكيمية ديال الزيت ما كان كتوش الزيت بززاف بزاف باش ما تضيعش لينا وكنديرو في دكتشورو ديالنا كنديرو على نار متوسيطة ما نجهدوش البوطة باش يطيب لينا من الداخل وميتحرقش باش يهس شلون ضغية ويبقى ليكم عجينة من الداخل كتنقسو شوية البوطة وكتخليوه كتعطيوه يعلي الوقت في الطياب من بعد كتقلبو على وجه الثاني هنا يا وخه قلبته مازال غادينا نقلبو على وجه الثاني لجوج خطرات باش ياخدوا واحد اللوين اللي هو دهب يزوين ويتحمر ويجي مقرمش هادي نحيت بعدها هادو يتحمرو والخيم قلب فيهم كيف تشاهدو واحد اللون اللي هو رائع كتخليهم حتي يتحمرهم زيان وكتحطوهم على ورق نشاف كيف تشاهدو هنا يا ما كياخدوش الزيت ما كيشربوش يعني ما كيتشربوش الزيت غير ذاك الزيت اللي من الفوق يعني اللي باش ينشفوه مزيان باتبقاش فيهم نهائيا الزيت لأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله غادي نكمل غادي نحيد هذا اللي طابلينة كيف كتشوفو تحمر مزيان وعندي هنايا السكر سنيدة السكر حبيباز غادي نفندو في هات شره هادا هادا اختياري غادي نحتغير هنايا حتى ننسالي وندرهم في الطابق غادي نكمل المتبقي اللي بقالية وغادي نرجع معاكم باذني الله وها هو تشلون بعد ما سليتون اتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم كيجي لديد وزوين ومقرمش وكان رافقوه بوحد بلد ديالتاي وكان شكلكم على المتابعة وما تنسوش تجعوني بلايك وتبرتجوا الفيديو مع الصديقة ديالكم بع العائلة باش تعمل فائدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه